اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل ساعات النفطور رمضان وبالعجقة يلي كان يعملها أبي بالمطبخ وحالة الإشراف على أدق التفاصيل للتحضير لمائدة الأفطار كنا ونحن صغار نراقب كل يلي عم يصير من باب المطبخ وكانت أمي تقول له لأبي لك يا زلمي عميت على قلبي تركني أعرف اشتغل هذا الموشح كان يومي وكنت بعرف أنه أبي كان يفوت على المطبخ ليقتل الوقت ويمرق الزمن للوقت يلي بده يضرب في المدفع كان أبي ما بيحبش يكون ناقص أبدا على مائدة الأفطار اليومية ومن ضمنه صحن الفول وهو مثل ومثل أغلب العائلات السورية صحن الفول أساسي كل يوم بتذكر أنه كنا نسمع أبو أحمد الفوال وهو عمي نادي وتعطينا أمنا الوعى وبقلب المصاري اللي عنده وكان أبو أحمد الفوال عنده عربية فول عليها قدرتين كبار وطاصات ألمنيوم للسكب وللعيار وكب جاية أبو أحمد بيباقي أيام السنة كنت شوفه بالحارة بس يوم الجمعة بس برمضان كان كل يوم يمر وصدقوني صدقوني إذا بقلكم أنه القدرتين كانوا يخلصوا من الفول بعد أول لفة بالحارة وبيوم من الأيام كان أبو أحمد مريض وما قدر يفتول على الحارة مشان هيك اضطريت روح لعنده على البيت وقديش كنت متحمس لأعرف كيف أبو أحمد بيعمل الفول ولما علوماتكم كان بيعمل الفول عنده بالبيت تعجبت كتير لما شفت لئدور وتحت النار الخفيفة تقولوا على نار شمع عم يسلق الفول بتذكر كيف أنا وولاد الحارة نساعد أبو أحمد بدفش العرباية لما يكون في طلعة وأحيانا كنا نلعب بالعرباية لما يكون صففة قدام بيته أبي بيحضر كل مكونات الفول قبل بوقت وعنده طريقة خاصة بالتتبيلة خاصة لما يكتر الزيتات والحمدات طيب الفول كتير بالزيت وباللبن وحتى بالبندورة هيك كانت عرباية الفول برمضان وهيك كان قبيب بيعجقته بالمطبخ برمضان كمان وبرمضان هيك كن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ورع زحمة كتير سيارات وزمانير وكياس وخير كتير هيك كنا يا رمضان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتقيل لشهر مباراك وبيده صحيك بيه ومعبير ريح الحارة ومعبير ريح الحارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عالصفرة كل الأهل هيك كنا يا رمضان وباللف بيع السلوس والحارة في فانوس والانس حر محروس هيك كنا يا رمضان هيك كنا يا رمضان هيك كنا يا رمضان وإن شاء الله رح نرجع